صاد العلامي محمد العريان كان عامل انترفيوه بتكلم على امريكا فبيتكلم على شيء احنا يعني العالم كله شايفه بقاله مدة بس انا عايزكو هنا مش هقادة ولا هقول كلام معقد بس اسمعوا الحكاة بتمشي ازاي الراجل بيقولك ايه الراجل بيقولك انا خايف من التضخم التضخم ده يعني غلاء الاسعار ارتفاع الاسعار ليه يا عم محمد انت خايف قالك ممكن يعمل كساد وركود طيب ولما يعمل كساد وركود يحصل ايه الشركات تخسر والعمالة تبتدي تمشي من المصانع كت اقطعت على مصر النظرة القاصرة لبعض التجار ان انا اكسب ارشين في يومين بعد كده حتدلل على بضعتك لانه بيجي وقت الناس ما يبقاش معاها تشتري خالص او تشتري كتير يعني يجي وقت لا الاسعار زيادة انا اشتريت كتير خصوصا ان احنا في موسم الشرك كتير انا مش قادر اشتري تاني انا عايز بس الناس ما تبصوش جامعة تحت رجليها في اوقات الحرب انت كتاجر مسؤول انت قاعد مخزنه واللي انت قاعد بتلحن نهاردة تجيبه اقل شوية عشان بكرة تزيبه حتقعد به اللي خايفين دول مش دولة صغيرة دي امريكا تخيل بقى انه الراجل اللي في امريكا ده الان على السوق الامريكي وتخيل محمد العليان النهاردة بيقول بيقول ان الفيدرالي الامريكي بطيء حركة بتاعته بطيئة جدا ينتقد البنك الملكي اللي هو الفيدرالي الامريكي يعني انه حيزودوا الفيدة هم بيتكلموا على من خمس لسبع زيادات للفيدة على مدى السنة فهو الراجل بيقول دول بطاق جدا ما تدخلوش قبل ما يبقى فيه تضخم كبير يعني بينتقد اسيا ده ده فين ده في امريكا نمر واحد في الاقتصاد نمر واحد في الاسواء نمر واحد في التصدير وهتحدث عن اعلى ارتفاع في الاسعار من اربعين سنة في امريكا من اربعين سنة طيب حط دول على جنب ودول يعني ربنا معاهم وامريكا وقدرات الامريكية وحاجات كده تعالى بقى هنا فكر انا هارجع تاني وقول للتجار لو سمحتوا خدوا بالكوا لانه السوق ما يستحملش ما يستحملش مغامرة ما يستحملش تجار حرب ما يستحملش جشع النهاردة يعني احد شيوخنا الافاضل كان بيكلم على انه يعني التاجر اللي ما مايرفعش الاسعار ويقلل من ربحه دي صدقة ده من المنظور الديني ده واحد يبتغي مرضات الله يعني دي مسألة بس برضو من المنظور الاقتصادي انت لو كملتوا كده يا جماعة ولو فضلتوا ترفعوا في الاسعار وما يهمكمش الناس عشان عايز تعمل لان انت مخسرتش مبارحة انت كسبت مبارح واول مبارح واول اول يا تاجر الفراخ انت كسبت مبارح واول اول واول اول يا تاجر البيض انت كسبت مبارح واول اول اول يا تاجر العجول انت كسبت مبارح واول اول اول التجار دايماً في بقوم كلمة مشهورة جداً تقوله انت كسبت كام السنة دي فيرد عليك رد تاريخي كلنا عارفينه مش قد السنة اللي فاتت أنا لسه تاجر بكلمه من يومين بقوله اخسر شوية قال لي ليه قال لي ليه هو انا باشتغل عشان اخسر طيب هو بقى مش وارد انك تخسر هو وارد ان انت يبقى عندك مشكلة في البزنس بتاعك كله الخبر الجيد النهاردة علشان دايماً الناس اللي حيشوف الانترفيو بتاع محمد العريان يكتشف ان أنا شخصية متفاعلة جداً يعني اتفرج على محمد العريان وفكر انما الخبر الجيد النهاردة انه فعلاً في نور بصيص هبابة كده في نهاية النفق انه الامور ممكن تتحل لانه فعلاً يا جماعة هو ابتدى دلوقتي ممكن اقول لكم علومة برضو بسيطة جايزة تبقى معقدة شوية السندات الروسية اللي هو سندات الدين كل دولة عندها سندات بها السند ابو ميت دولار النهاردة في السوق بيجيب عشرين السندة بميت دولار روسي بيجيب عشرين طب هو اللي شاري دا روس؟ لا طبعاً اللي شاري دا العالم بنوك ومؤسسات مالية كبرى ما حدش استحمل الكلام دا وعايزين الحق عايزين الحق الذي يدير العالم كل هو الاقتصاد هي البنوك هي الشركات متعددة للجنسيات الناس دي مش هتستحمل كتير فالنهاردة في بصيص نور كده بيقول ايه انه احتمال الناس دي تقعد وتخلص بطريقة وباخرى انا بقول لحضراتكم هي ديتها سطر اعلان وقف اطلاق النار كل شيء في العالم ممكن يتزبط وبعدين يبقى حلاة ربنا بقى انت ايه الحدود بتاعتك مدياك في ايه وانت اوكرانيا زيلنسكي انت راجل عظيم ونحمل لك تمثال والصين بلدنا وحبيبتنا وامريكا هي اللي انقذت العالم واوروبا بلاد الحريات والديموقراطية وبريطانيا الراجل اللي طلع هناك من الازمة اللي هو كان فيها بوريس جونسون وربنا كرمه والمالكة خفت من كورونا وتعود الحياة كلها لكل حاجة